معنا من عمان رئيس البرلمان الشباب الأردني صادقا والناشط الشبابي محمد الزواهر أهلا بك أستاذ محمد نحن كنا طرحنا على متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي المهنة التي يحبذونها أو ما هي المهارة التي يتمتعون بها ماذا تقول للشباب العربي اليوم هل بالفعل عليهم تنمية المواهب التي يمتلكونها نعم صباح الخير بداية في واقع الأمر موضوع المهارة موضوع جدا لمؤخرا وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق اليوم العالمي للاحتفال بمهارات الشباب أو لرفع الوعي تجاه فكرة المهارات تحديدا وهذه رسالة من الأمم المتحدة بصفتها جهة تعمل على تنمية وبصفتها جهة تعمل على تطوير وتنمية المجتمعات من أجل تحويل المهارات بشكلها التقليدي وبشكلها المتعارف عليه إلى مهارات أكثر تنموية تتوافق مع الألفية التنموية للمستقبل الوظيفي للمجتمعات العربية وغير العربية للمجتمعات في كافة القارات اليوم أنا أعتقد أن هناك مؤشرات خطيرة جدا بدأت تظهر بالأرقام الأمم المتحدة تقول أن قرابة مليار و 2 مليار 1.2 مليار شاب وفق تعريفهم لعمر الشباب يواجهون مشاكل مستقبلا في ارتباطهم في سوق العمل هناك تحول نوعي في شكل في الربط ما بين مخرجات التعليم وما بين احتياجات سوق العمل فبالتالي هناك خطر يحدق في الأجيال القادمة خصوصا إذا نظرنا إلى حقيقة أن قرابة 65% من الأطفال أو من الطلبة على مقاعد الدراسة اليوم سوف يعملون مستقبلا بوظائف لا نعرفها فهذا يستدعي من الآن البدء بالتخطيط والبدء بالتفكير بمناهجنا الدراسية التي ستقود إلى مستقبل وظائف هؤلاء الشبان على مقاعد الدراسة سيد محمد هل علينا أن نربط بين لربما الأزمة المالية العالمية وأيضا مفهوم البطالة للتنصيق ضمن سوق العمل أم هي عبارة عن هواية معينة أنا أحبها وأقوم بدراستها نعم في واقع الأمر دائما ما يتم قياس الاستثمار في التعليم الدائم بمدى إنعكاس هذا التعليم على الدخل الفردي للفرد ومدى إنعكاس هذا الدخل على الدخل العام للدول اللافت في الأمر أن مثلا في دولنا العربية هناك عدد هائل جدا من الخريجين حتى تكاد نسبة البطالة ترتفع بشكل متطارد مع هذه النسب وبالمقابل هذا العدد من الخريجين لا ينعكس على الدخل الفردي للأفراد ولا ينعكس على الدخل العام للدول فبالتالي نعم يجب أن يتم ربط مخرجات التعليم يجب أن يتم ربط المناهج الدراسية يجب أن يتم ربط شكل العملية الدراسية وكيفية التعاطي داخل الصفوف الدراسية والجامعات وأعداد السيلبوس والمواد التدريسية بما يتوافق مع الاقتصاد العالمي والتحولات التي موجودة في الاقتصاد العالمي اليوم ظهر ما يسمى مفهوم المهارات الشمولية أو الترانسفير سكلز وهذه المهارات تذهب أكثر باتجاه تعليم الأفراد في الجامعات والمدارس كيفية التعامل مع الضغط وكيفية الصمود وكيفية الذهب باتجاه المهارة الداخلية وليست المهارة التي يفرضها عليك السياق التعليمي أو التي يفرضها عليك الجامعة أو الخطة الدراسية أنا أعتقد مثلا في دولة الإمارات هناك نموذج ممتاز جدا قرأت عنه سابقا وهو تجربة برنامج رحال للتعليم هذا البرنامج مصمم من أجل أن يبنى على احتياجات الطلبة وأن يبنى على رغبات الطلبة الداخلية وليس على انسياقهم بمساعد تعليمي وحدة مسبقا أستاذ محمد أيضا لابد للإشارة موضوع مهم جدا وهو ذكاء الاصطناعي حاليا موجود في مختلف مجالات الحياة وكثيرا ما نسمع بارتباطه في مهم بالمستقبل أثر هذا الموضوع على فرص العمل حسب رأيك نعم أنا أعتقد أن موضوع الذكاء الاصطناعي والعديد من التخصصات الأخرى ستكون هي مستقبل الوظائف في العالم وفي مناطقنا بسبب تنامي تأثير التكنولوجيا علينا وبسبب تنامي تأثير التكنولوجيا على نمط حياتنا وعلى سلوك حياتنا وحتى على اقتصادنا يعني سابقا من سنوات ليست بعيدة ظهر ما يسمى بالبيتكوين أو العمل الرقمي هذه تحتاج إلى مهارات مالية غير تقليدية للتعاطي معها وأيضا في المستقبل سيظهر العديد من الوظائف التي تحتاج إلى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي أو ما يسمى بالعلم الحديث الذي يتوافق مع هذه المهارات فبالتالي هذه الرسالة مبكرة أطلقتها الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم من أجل لفت النظر على الحكومات والقائمين على العملية التعليمية في مناطق العالم كافة إلى أن هناك جيل جديد من الاختصاد وهناك احتياجات ومتطلبات جديدة لسوق العمل يجب أن يتم مواعمة الخطط الدراسية وطريقة التعليم والقائمة العملية التعليمية من أجل إخراج جيل لا يصطدم بواقع البطالي بما أنك ذكرت أستاذ محمد هذا الموضوع ما الذي ينقصنا في منهجنا التعليمية لكي نواكب كل هذا التطور الذي كنت تتحدث عنه نعم في واقع الأمر أغلب منهجنا التعليمية نرجع للتاريخ شوي فكرة المدرسة بشكلها التقليدي هي جاءت من أيام الثورة الصناعية وشكلها التقليدي لم يعد أعتقد من وجهة نظري كشاب قابل للتطبيق في المستقبل القريب بمعنى أن يكون هناك مناهج محددة وصفوف محددة وأوقات زمنية محددة أنا أعتقد يجب على حكوماتنا النظر أكثر باتجاه تحويل المدرسة من مكان إلى تلقي العلم من مكان إلى يكون فيه القائمة العملية التدرسية شخص واحد إلى أن تكون أكثر تفاعلية إلى أن يسهم الطالب نفسه بوضع الخطة الدراسية وأن ننتبه مبكرا إلى الطلبة في المدارس من أجل تحديد مسارهم العلمي في الجامعات مستقبلا أنا أعتقد لم يعد مقبول من الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية الأكاديمية أن نبقى أن نزج بهذا العدد الهائل من الشبان والشابات في تخصصات وعدة خطتها الدراسية بشكل مسبق وعدة شكل ومكان التعلم بشكل مسبق وحتى القائمة العملية التدرسية تم إعداده بشكل تقليدي يجب أن يكون هناك أدوات غير تقليدية هناك شكل جديد من التعلم هناك ديجيتاليزيشن ورقمنة بدأت تدخل للعالم هناك تخصصات قد تستحدث في المرحلة القادمة وكما تفضلت حضرتك فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هذا سيكون جزء أساسي من مستقبل رأس المال ومن مستقبل السوق ومن مستقبل العلم يجب على حكوماتنا والقائمين على العملية التعلمين نذهب باتجاه التفكر أكثر في مستقبل المليار واثنين فاصلة من شبابنا وشباتنا في العالم وحتى في بلداننا العربية كنت معنا من عمالنا رئيس البرلمان الشبابي الأردني سابقا والناشط الشبابي محمد الزوهرة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر